المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة قرر الفريق دي الرؤساء دي الجماعات دي الحزب استقلال الانسحاب بعد عدة محاولات للوصول إلى التوافق بغينا باش هذه المحطة تكون محطة دي التوافق لأن هذه الجمعية تضم كل رؤساء دي الجماعات بالمغرب وبتالي سعينا إلى أنه يقع توافق في إطار من القانون لأنه هاد الجماع العام كان في عدة نقاط اللي كانت غير مطابقة للقانون وأدلينا في الجماع العام بملاحظات على أساس أننا نوصلوا إلى التوافق ما بغيناش باش يكون خصام مرة أخرى حتفت الجمعية ما يبانش للمغاربة بأنه حتف الجمعية الأحزاب المغربية ما قدرش أنها توصل لتوافق وعليش ما تفهمناش لسبب واحد هو أنه كان غياب دي القوانين المنظمة للجموع العامة دي الجمعيات غادي نمشيوا الآن مباشرة غادي نمشيوا للاجتماع دي الأحزاب المنسحبة من هاد اللقاء دي الجمعية دي الرؤساء باش غادي نستروا بالاغ وفيها غادي يكونوا قرارات إن شاء الله مع كم الأسف كل هاد الاختراحات اللي من شأنها أنها تتمكن من تجاوز هاد الإشكالات القانونية لم يتم الاستجابة لها وكان واحد نوع دي الإصرار باش تم المواصلة دي الأشغال دي الأنجم العام كما كان مقرر لها من طرف المكتب الموسيق كنا مضطرين إلى اتخاذ هاد القرار دي الإنسحاب لكي لا نزكي أي ممارسة تتم خارج القانون في الواقع نتسأل بدورنا على من له المصلحة اليوم في أن يتم إفراغ هاد الجمع العام من أي محتوى وفي أن يتم التشبت بمخالفة القانون وطبعا نحن في حزب تقدم الاشتراكية وفي حزب الاستقلال والعدلاء والتنمية قررنا أن لا نزكي هذا التوجه ولذلك انسحبنا من هذا الجمع العام وسنصدر بلاغ سنعبر فيه عن موقفنا وسنفسر هذا الموقف الذي تم اتخاذه